المشاهدون الكرام أرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من برنامجكم بالمكشوف سأتناول في هذه الحلقة مأساوية التعليم لماذا في هذا الوقت بالتحديد أتناول التعليم؟ خاصة ونحن في فترة لا دولة ولا استقرار والوضع يستدعي أولا وقبل كل شيء الوصول إلى السلام ثم الحديث بعد ذلك عن التعليم أتحدث عن التعليم لما للتعليم من أهمية كبرى فبالتعليم يتحقق الاستقرار وبالتعليم تتحقق التنمية وبالتعليم يتحقق السلام وبالتعليم تتحقق المحبة وبالتعليم كذلك يزداد دخل الفرد كل شيء يقري في هذه الحياة أساسه التعليم أعزائي المشاهدين التعليم في اليمن قصة مختلفة وسيرة ومسيرة تتجمع فيها العجائب والغرائب وتأتلف فيها المتناقضات بما يجمع بين الفخر والأسى بين الحسرة والفرحة فقد تحقق المجيد وتعطل الكثير وبقيت في القلب وصع كما تعلمون ثار الشعب اليمني على كهنوت الإمامة ووصاية الاستعمار وجعل من أهم أهداف ثورته القضاء على الجهل وبالتعليم وحده يقضى على الفقر والمرض فالعلم سلاحه الأمضى في مواكبة العصر وفي اللحاق بركب التقدم والنمى لكن ماذا عسايا أن أقول عن التعليم في اليمن وهي مسيرة حافلة بالإنجازات الكبرى والإخفاقات الكبرى أيضا وماذا عسايا أن أقول والوضع كما تعلمون مأساة شاملة ومستمرة وإنهيارات كاملة ومتزايدة أنا مؤمن حد اليقين بأن التعليم وحده سفينة الأمل التي ستبحر بنا إلى شط الأمان وتخرجنا من ويلات الأمواج المتلاطمة والعواصف الهوجاء ولست بحاجة إلى كثير علم لأقول بحزم وجزم إن التعليم كان الوسيلة الأمضى للشعوب التي قامت وأقامت بنيان السلام والاستقرار على أرضها وتحركت صوب التحديث السياسي والتنمية الشاملة وفي ظل المأساة اليمنية الراهنة يبقى التعليم وحده الملاذ وقارب النجاح وضمان الحاضر والمستقبل ولا بد أن يكون للتعليم أولوية متلازمة مع أولوية استعادة السلام المفقود بالاقتتال والحروب لا بد لنا ونحن نبحث عن سبل السلام الممكن والعادل أن نبحث عن التعليم الأمثل لتأهيل الحاضر تأهيلا ينقلنا إلى المستقبل ويعزز ثقتنا بالغد الأفضل ليمن أجمل وسعيد أعزائي المشاهدين ولقد كان مؤسف أن تهمش أولوية التعليم في مؤتمر الحوار الوطني وتتقدمها قضايا أقل منها أهمية وأدنى منها درجات لكن الأهواء السياسية والدعاية الإعلامية منحتها بعض الضجيج والأضواء على حساب أولوية التعليم نعم لم نخرج من مؤتمر الحوار الوطني بأي رؤية متكاملة تضع أسس التعليم فلسفة ونظاما وعملية وتعالج الخطايا التي جنت على التعليم في اليمن الجمهوري وأصابته في مقتل دخل المتحاورون بفئات وطوائف لا علاقة لها بالمصلحة العامة لذلك كانت المدخلات خاطئة فجاءت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خاطئة أيضا المرأة كانت تتسابق على منحها 30% لكنها لم تحسب حساب العلم والجهل وأن الجهل مهما منحت نفسها من نسبة مئوية فإن الجهل سيمحوها وكذلك الشباب حاولوا أيضا أن يمنحوا أنفسهم الأولوية لكنهم لم يحسبوا أيضا حساب العلم والجهل ولم يدركوا بأن الجهل حينما يحلوا فإنه سيمسح أي نسبة للشباب مهما كانت قيمتها وكذلك الأحزاب والمكونات السياسية حاولت أن تبحث لنفسها عن موطئ قدم وتعمل على إلغاء الآخر وإلغاء الشراكة معه وتسابقت الأحزاب والقوى السياسية ومن توفرت له الظروف حاول أن يمنع الشراكة والمشاركة مع الآخرين ولم يحسب حساب العلم والجهل وكيف لهؤلاء أن يحسبون حساب العلم والجهل وهم الذين كانوا يتسابقون على وزارة التربية والتعليم وهقنوا المناهج التربوية بأفكار خاطئة جعلت مخرجات الحرب التي نحن عليها هي نتاغ لتلك المدخلات التي عززت في مرحلة من مراحل الصراع بين هذه القوى والمكونات السياسية فعلى سبيل المثال نحن لم نبحث في مؤتمر الحوار الوطني عن الصلة بين التعليم وبعض مظاهر الأزمة الوطنية الشاملة وقضاياها ذات البعد الطائفي والمناطقي ولم نبحث كيف ساهمت مدخلات العملية التعليمية في الفترات السابقة في إنتاج مخرجات ذات طابع طائفي أو متنكر للوطنية اليمنية انتماء وولا فهناك حزب أو مكون سياسي حاول أن يستحوذ على التربية والتعليم وكان لديه في مرحلة من مراحل التاريخ السياسي اليمني نصف التعليم على المستوى الظاهري وكل التعليم على المستوى الخفيف فنصف التعليم كانت لديه المعاهد وكل التعليم كان يسيطر على وزارة التربية والتعليم وكلما كان يستحوذ على مدرسة بالإضافة إلى المعاهد كان يرفع شعاره المعروف والمتعارف عليه وهو الله ربنا ومحمد النبينا والقرآن دستورنا والإسلام ديننا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا فمشروع لا يختلف كثيرا عن مشروع الحوثي فقط الفارق في الفكرة أما الهدف الأساسي فهو مشروع يقوم على الموت فمثلما مشروع الحوثي يقوم على الموت مشروع هذا الحزب وهذا التيار أيضا يقوم على الموت ومثلما مشروع الحوثي لا يؤمن بالوطن والمواطنة والشراكة والمشاركة مشروع هذا الحزب أيضا لا يؤمن بالوطن بقدر ما يؤمن بالجماعة ومن هنا أصبح الاقتتال وكأنه فريضة أساسية ورئيسية لدى المتقاتلين اليوم على الساحة لأنهم لا يؤمنون بالوطن ولا بالمواطنة ولا بالشراكة والمشاركة فقتالهم ينطلق من منطلق عقد ديني اعتقادا منهم أنهم يقاتلون في سبيل الدين وهنا أتوقف عند ملمحين بارزين من ملامح الخطايا التي اقترنت بحق التعليم وعملت على إفراغ العملية التعليمية من كل مضمون يمكنها من إنتاج مخرجات مؤهلة علميا ويرتقي بها إلى مستوى التجدد والإبداع ولقد كان واضحا في هذا الجانب أن الدين استخدم في تدجين العملية التعليمية وإفراغها من مضامينها التربوية والعلمية بذرائع منها الدفاع عن الإسلام وتنشئة الأجيال على معرفته وحبه وكل هذه التبريرات استخدمتها قوة التخلف المجتمعي والتطرف الديني الغرض هيمنتها على العملية التعليمية وعلى مناهج التدريس والإدارة التعليمية والسيطرة على كل مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها والعمل بقوة على أن يكون التعليم وسيلة لإعادة إنتاج الجهل والتخلف أعزائي المشاهدين سأبين لكم بإيجاز كيف تم استخدام الإسلام لتدمير التعليم في اليمن وذلك من خلال عرض ثلاث خطوات استخدمتها قوة التخلف والتطرف الخطوة الأولى اعتماد الكم والتلقين فلسفة التعليم تعتمد على الكم والتكرار في صياغة المناهج وكذلك الكتب المدرسية وذلك بحجة مضاعفة الكتب الدينية المقررة على مختلف صفوف المراحل التعليمية وحشوها بمضمون تراثي لا علاقة له بالعصر ولا أيضا بمعاملاته التجارية على سبيل المثال للحصر كانت كتب الفقه المدرسي تعرض في أبوابها المقررة عن الزكاة مقادير مثل الصاع والإردب هذه مقادير لم يعد يستخدمها الإنسان يعني أنت تعلم أو ابنك يتعلم في المدرسة الصاع والإردب وحينما تبعثه إلى البقالة أو السوبر ماركت فهو يتكلم عن الراطل والكيلو بمعنى أنهم كانوا يحشون هذه المناهج بمفردات هي من العصور الغابرة لم تعد مستخدمة هي مقادير لا وجود لها مع أوزان الراطل والجرام والكيلو كما قلت ولا حتى في تسميات الثروة الحيوانية مثل بنت لبون وجذعة وغيرها فهذه كلها في الأساس مفردات تم نقلها من موروذ القرون الغابرة دون اجتهاد معاصر وهذا يعطل العقل لدى الطالب ويجعله قامدا غير قادر على المساءلة هو يحفظ ويلقا فقط لكنه لا يخلق أسئلة بينه وبين نفسه ليسأل ما العلاقة بين ما يتعامل به على أرض الواقع في البقالة والسوبر مركات وما يأخذه ويلقنه في المنهج المدرسي الخطوة الثانية نصف الأساس العلمي للعملية التعليمية من خلال مزاع من سموا أنفسهم شيوخ الإعقاز العلمي في القرآن والسنة وهنا عمل شيوخ الإعقاز على جعل أوهامهم وهرطقاتهم التي لا علم فيها ولا دين كتب تدرس ومقررات تفرغ العملية التعليمية من مضمونها وغاياتها هكذا فرضت على الأجيال حفظ ودراسة أفكار أنتجتها ظنون أصحابها وتوهمهم أنهم يدافعون عن الإسلام ضد ما يسموه أفكار ودعوات الإلحاد فعملوا على فرض أفكارهم في مقررات تسمت بالإيمان وحشيت بالهرطقات التي زعموا أنها تزيل ما توهموه من تعارض بين الإسلام والعلم والأخطر أنهم جعلوها فلسفة التعليم في اليمن ونظامه أعزائي المشاهدين الخطوة الثالثة إثارة النعرات الطائفية والعصبيات المذهبية وهذه هي الخطوة الأكثر خطورة بين الخطوات التي أفسدت العملية التعليمية في اليمن وذهبت بها إلى دهاليز التخلف وجحيم الفتن العاصفة بالوطن الآن وبحاضره ومستقبله وقد شرحت كيف أن تلك الجماعة التي كانت ترفع شعار الله ربنا ومحمد نبينا إلى آخر هذا الشعار والموت في سبيل الله غايتنا وكذلك شعار عصابة الحوثي القائم أيضا على الموت كلنا يعرف كيف تم التوظيف السياسي للتعليم الديني وتمكينه من نشر الفتن الطائفية والعصبيات المذهبية وكيف عمل التمويل الخارجي على تغذية هذه العملية وجعلها وسيلة لتأجيج العداوات المذهبية ونشر الكراهية والأحقاد بين مكونات المجتمع المختلفة وستأكتفي بهذا الأصل من بيانه إلى دعوة الكوادر المتخصصة في مجالات التربية والتعليم إلى إعطاء التعليم في اليمن أولوية خاصة وإلى الاجتهاد في صياغة فلسفة تربي الأجيال على قيام الانتماء والولاء الوطني ومكارم الأخلاق التي هي جوهر الإسلام ربما يكون صحيحا أن هذا ليس الوقت المناسب لأولوية التعليم ولكن الأصح على الأقل من وجهة نظري أن المآسي الراهنة وصلتها بالتعليم تجعل للتعليم أولوية لأهميته في بناء المستقبل على أسس صحيحة ومن الأهمية بمكان أن تتضمن العملية التعليمية معززات الانتماء للوطن والولاء للمصالح الوطنية العلياء بعيدا عن الانتماءات الضيقة والولاءات العصبية للقبيلة والمنطقة والطائفة والمذهب أكتفي بهذا القدر ألقاكم في حلقة قادمة إلى اللقاء